السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيفية معرفة المبلغ الأساسي المزاد بالنسبة المئوية عندي مثلا مبلغ مزاد عليه نسبة مئوية مثلا بمقدار 5% أو مقدار 15 أو مقدار 10 أو مقدار 20 أو مقدار 90 أو 75 إلى آخره مزاد عليه القيمة هذه كيف أني أنا أعرف المبلغ الأساسي من هذا المبلغ الكلي كامل يعني أنا لو مثلا شريت سيارة بقيمة 100 ريال سيارة لعبة طيب وبعتها بمقدار 20% ربح يعني بعتها ب120 هذا المبلغ الأساسي وهذا المبلغ المضاف أو المزاد عليه نسبة 20% بس عشان تاضح للفكرة تمام طيب ننزل عشان نشوف نستطيع معرفة المبلغ الأساسي من خلال المعادلة التالية أول شيء المبلغ الإجمالي كم المبلغ الإجمالي مع زيادة النسبة المئوية مع زيادة مثلا نسبة الضرائب الضريبة أو إلى آخره تمام تقسيم نسبة الزيادة المئوية كم زادوها زادوها مثلا 15% زادوها 20 زادوها 5 إلى آخره زائدا 100 تمام نجمع هذولي زائد 100 تمام نشوفوا الأقواس هذه تمام نشرحها مرة بشكل موضح وإن شاء الله سهلس بعدين نضربها بمئة بس هذا هو ويطلع لك المبلغ الأساسي طيب نجي على أول مثال طيب عندنا مبلغ 550 مبلغ كلي مزاد عليه مقدار 10% تمام كم المبلغ الأساسي كم المبلغ الأساسي بدون على 10% هذه المزادة تمام أول شيء نجيب المبلغ الأساسي نحطه هنا نكتبه بعدين نكتب تقسيم نفس المعادلة اللي يفوق قبل شوي بعدين الآن العشرة هذه نزيد عليها مئة بس تطلع مئة وعشرة شوفوها مئة وعشرة بعدين ضرب مئة بس ويطلع لنا المبلغ الأساسي نشوف الآن بالآلة الحاسبة كيف خمسمائة وخمسين تقسيم تقسيم كم يا شباب تقسيم مئة وعشرة لأن العشرة هذه العشرة زائد مئة تساوي مئة وعشرة يعني شيء بديهي تمام مئة وعشرة مضروبا بمئة مضروبا بمئة إذن خمسمائة هو هي أو هو المهم مدري مذكرة ومؤنث لكن هو المبلغ الأساسي إذن المبلغ الأساسي هو خمسمائة نجي للمثال اللي بعده عندنا مبلغ ثمانمية وثمانية بزيادة مقدارها واحد بالمئة يعني المبلغ هذا كان أساسي زادوه واحد بالمئة فأصبح مئة وثمانية كم المبلغ الأساسي نحوله تمام ثمانمية وثمانية بعدين تقسيم نفتح القوسين هذولي واحد زائد مئة تساوي مئة مش عشرة نختصر الوقت بعدين نضروبها فقط بمئة هذا هي بكل اختصار بكل اختصار نشوفها بالآلة الحاسبة نقول ثمانمية وثمانية ها وش نسوي بعدها تقسيم تقسيم وينلقى آلة الحاسبة تقسيم ها واحد بالمئة زائد مئة تساوي مئة وواحد تمام تقسيم مئة وواحد مضروبا بمئة اذا ثمام مئة هو المبلغ الاساسي ومع زيادة واحد بالمئة اصبح ثمام مئة وثمانية لو نزيد الآن زائد واحد بالمئة يطلع ثمام مئة وثمانية نشوف المسألة اللي بعدها ستمائة وتسعين مبلغ كلي بزيادة مقدارها خمسة عشر بالمئة كم المبلغ الاساسي طيب ستمائة وتسعون بعدين تقسيم خمسة عشر زائد مئة كم يساوي خمسة عشر زائد مئة مئة وخمسة عشر سهلة تمام بعدين ضرب مئة كالمعتادة نفس المعادلات اللي قبلها نقول المبلغ كلي ستمائة وتسعون تقسيم مئة وخمسة عشر مضروبة بمئة اذا هذا المبلغ الاساسي اذا ستمائة هو المبلغ الاساسي طيب نجل لبعدها قبل الاخيرة المثال قبل الاخير يلا انتم حلوها الآن ثم تعالوا نرجع ما بعض يلا وقف المقطع وقفته خلاص الآن المبلغ الكل مع زيادة ستعاش بالمئة تمام هو مئة وستعاش طيب تقسيم تقسيم ماذا ستعاش زائد مئة اللي هو ستعاش بالمئة تساوي مئة وستة عشر تمام مضروبا بمئة نشوف نشوفها بالآلة الحاسبة مئة وستعاش المبلغ الكلي تقسيم مئة وستعاش اللي هو نسبة النسبة المئوية زائد مئة تمام مضروبا بمئة تساوي مئة إذن المبلغ الأساسي مئة مع زيادة ستعاش بالمئة تصبح مع زيادة ستعاش بالمئة تصبح مئة وستة عشر نجي المبلغ اللي بعده مبلغ تسع مبلغ كل مزاد عليه تسعين بالمئة كم المبلغ الأساسي إذن تسع 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 حلوها أنتم وقفوا حلو المقطع إذا نشوف نتأكد من صحة الحل تسع تسع طيب تقسيم تسعين زائد مئة ها كم يساوي يا شباب يساوي مئة وتسعون مضروبا بمئة يطلع لك المبلغ الأساسي طيب نطلع نشوف تسع تسع مضروبا بمئة عفوا عفوا أنا آسف مضروب قسمة قسمة آسف طيب تسع تقسيم مئة وتسع تسعون مضروبا بمئة تساوي عشرة إذن المبلغ الأساسي هو عشرة مع إضافة تسعين بالمئة يصبح تسع وشكرا لكم على المشاهدة أتمنى أني أكون خفيف أتمنى أني أكون وصلت المعلومة بشكل جميل بشكل سلس وهذه نهاية المقطع وشكرا لكم جزيكم الله خير لا تنسونا من دعاكم شكرا لكم